كابوش ميديا نعم طبعا كما كان متوقعا حيث أشرنا إلى أن هذه الصواريخ التي أطلقت على أربيل لا تشبه القصف في المرات السابقة بصواريخ الكاتيوشا أو بمسيارات طائرات الدرون هذه الصواريخ جاءت من أماكن بعيدة وفعلا أشارت مديرية مكافحة إرهاب في قميم كردستان العراق وكذلك وزارة الداخلية أكدت نفس التوجه بأنها صواريخ بعيدة المدى باليستية وقادمة من خارج العراق وحددت الجهة بأنها من جهة الشرق طبعا لم يشير بالتحديد إلى مثلا إيران باعتبار أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تقع إلى شرق العراق ولكنهم أشاروا أن التحقيقات بدأت للوصول إلى الجهة التي تقف وراء هذا القصف رغم أن بعض المواقع أو بعض المصادر المحلية نقلت عن مصادر إيرانية لا نستطيع التأكد فيما إذا هي رسمية أو غير رسمية بأن إيران تبنت حسب هذه المواقع هذا القصف ردا على مقتل قيادي قياديين لها في سوريا لكننا نؤكد بأننا لا نستطيع التأكيد حول هذا الموضوع إلا إذا فعلا صدر هذا من جهات رسمية داخل الإيران ربما علينا الانتظار إلى ساعات أخرى لتتوضح الصورة بشكل أفضل فيما إذا إيران هي ستتبنى أو لا هذا الهجوم على القنصلية الأمريكية طبعا القصف لم يصب موشرة المبنى القنصلية الجديد الأمريكي وهذا المبنى يتعرض لهذا القصف لأول مرة سابقا كان القنصلية القديمة داخل القنصلية القريبة من مطار أربيل إضافة إلى قاعدة أمريكية عسكرية داخل مطار أربيل تعرضت لمرات عدة إلى القصف لكن هذا المبنى القنصلية الجديد الأول مرة يتعرض لهذا القصف طبعا القصف كان عنيفا الانفجارات كانت عنيفا يعني أقوى بكثير من ما كانت تحصل سابقا إلى درجة أن جميع أهال أربيل شعروا به هذه الانفجارات آنچه در مورد ما ميگوگند موسيقى